المشكلة الثالثة المتعلقة بتحديد المبالغ المستحقة على المدينين والمتمثلة في تحديد مرضودات ومسموحات المبيعات والمثال التالي يوضح كيفية تحديد نسبة المرضودات والمسموحات المتوقعة بفرض أن رصيد المدينين بلغ في نهاية الفترة المالية مبلغ مليون ريال وأن خبرة المنشأة السابقة تشير إلى أن نسبة المرضودات والمسموحات المتوقعة تبلغ 5% المطلوب إجراء قيد التسوية اللازم في نهاية الفترة المالية وإظهار أثر هذه القيود أو هذا القيد على القوائم المالية قيد التسوية يتم تكوينه على النحو التالي يجعل حساب مرضودات ومسموحات المبيعات مدينة بمبلغ 50 ألف ريال وحساب مخصص مرضودات ومسموحات المبيعات دائنا بمبلغ 50 ألف ريال ومبلغ المخصص وقدره 50 ألف ريال تم تكوينه على النحو التالي رصيد المدينين مليون ريال في نسبة المرضودات والمسموحات المتوقعة 5% الناتج 50 ألف ريال ويحمل حساب المرضودات ومسموحات المبيعات على قائمة الدخل في الجانب المدين بينما يظهر رصيد حساب مخصص مطروحا من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي تقدير احتمال عدم تحصيل الديون أو ما يسمى بالحسابات المشكوك في تحصيلها الديون التي لا يعلم إذا كان سيتم تحصيلها أم لا كيف يتم معالجتها محاسبيا طرق معالجة الديون المشكوك في تحصيلها الطريقة الأولى تتمثل في الانتظار حتى يثبت فعلا عدم تحصيل تلك الديون ومعنى تتحول تلك الديون إلى مصروفات ديون معدومة ويثبت على النحو التالي يتم جعل حساب مصروفات الديون المعدومة مدينا ويخفض حساب المدينون أو العملاء بذلك المبلغ بجعله دائنا ويلاحظ أن هذه الطريقة لا يترتب عليها ظهور أي حسابات للديون المشكوك في تحصيلها كما أن هذه الطريقة أيضا غير متعارف عليها محاسبيا لتعارضها مع مبدأ المقابلة الطريقة الثانية وهي طريقة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وهناك مدخلين لتكوين ذلك المخصص هما على النحو التالي المدخل الأول وهو ما يعرف بمدخل قائمة الدخ حيث يتم تكوين المخصص الديون المشكوك فيها بنسبة من المبيعات الآجلة كما يتبين من الشكل المخصص يساوي المبيعات الآجلة في النسبة المقررة ثم الخطوة الثانية يتم إثبات هذا المخصص محاسبيا بقيد التسوية التالي بجعل حساب مصرفات الديون المشكوك فيها مدينة وحساب مخصص الديون المشكوك فيها دائنا بالناتج من الخطوة الأولى دون النظر إلى وجود مخصص مكون في الفترات السابقة أم لا فيلاحظ أن حساب المصروف يحمل على قائمة الدخل أما حساب المخصص فيضاف إلى المخصص القديم إن وجد ويطرح من المدينين في قائمة المركز المالي فإذا وجد دين معدوم يتم إثباته محاسبيا بتخفيض مخصص الديون المشكوك فيها على النحو التالي يجعل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مدينة ويخفض حساب المدينون بمبلغ الديون المعدومة بجعل حساب المدينون دائنا وهذا هو المدخل الأول المدخل الثاني وهو ما يعرف بمدخل الميزانية حيث يتم تكوين المخصص المطلوب بنسبة من رصيد المدينين فيكون المخصص عن طريق رصيد المدينين في نسبة المخصص المقررة ثم يتم مقارنة المخصص المطلوب تكوينه في نهاية الفترة المالية بالمخصص القديم إن وجد والفرق بينهما يجرى به قيد التسوية تأتي الخطوة الثانية وهي قيد التسوية فإذا كان المخصص القديم أقل من المخصص المطلوب تكوينه فإن الفرق يتم إثباته كما يلي يجعل حساب مصروف الديون المشكوك في تحصيلها مدينة وحساب مخصص الديون المشكوك فيها دائنا بالفرق أما إذا كان المخصص القديم أكبر من المخصص المطلوب تكوينه فإن الفرق بينهما يجرى به قيد عكسي للقيد السابق حيث يتم جعل مخصص الديون المشكوك فيها مدينة بينما يجعل حساب مصروف الديون المشكوك فيها دائنا وعند إعدام دين فعلا يثبت بنفس الطريقة الأولى فلا يختلف إثبات الديون المعدومة في الطريقة الأولى عن الطريقة الثانية حيث يخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ الديون المعدومة فيجعل مدينا كما يخفض أيضا حساب المدينون بمبلغ الديون المعدومة حيث يجعل حساب المدينون دائنا